موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة الأخبار سهلها بالعنوين نائب رئيس الجمهورية التقي ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة على هامش اجتماع مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي موسيقى الجيش الوطني وسع عملياته العسكرية لتحرير ثلاث مدريات في محيط صنعاء موسيقى موسيقى مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيا شمال محافظة تعز ومنطقة ذي نعم في البيضاء موسيقى موسيقى أهلا بكم مجددا نلتقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود جرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماع مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المستجدات والتطورات على الساحة الوطنية وما حققته شرعية بدعم أخويا من التحالف من إنجازات على مختلف المستويات وعبر نائب رئيس الجمهورية عن تقدير القيادة السياسية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبد الرب ومصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وكافة أبناء الشعب اليمني للدعم الأخوي الصادق لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة كريمة من خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين مؤكدا بأن هذه المواقف الأخوية ستظل ماثلة للأجيال وشاهدة على عمق الإخاء وأواصر المحبة بين البلدين والشعبين الشقيقين ووحدية الهدف والمصير في مواجهة الأخطار التي تهدد أمن بلدين وأمن المنطقة وتطرق نائب الرئيس إلى مختلف التطورات والجهود المبذولة لاستكمال عملية التحرير واستعادة الدولة اليمنية ومحاربة الإرهاب وتحسين أوضاع المغتربين اليمنيين لدى الأشقاء في المملكة معبرا عن التقدير للتسهيلات التي منحت لهم في ظل الأزمة التي تعيشها اليمن وأمل أبناء الشعب اليمني في استثناء المغتربين من بعض الإجراءات نظر للأوضاع الصعبة التي خلفها الانقلاب من جانبه رحب ولي عهد المملكة بحضور نائب رئيس الجمهورية في الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب مجددا التأكيد على دعم قيادة المملكة المستمر للشرعية ورفضها للانقلاب وأعمال الإرهاب وحرصها على مصلحة أبناء الشعب اليمني وعلى تسوية أوضاع المغتربين اليمنيين ومعالجة مشكلتهم رأسها نائب رئيس الجمهورية نائب القادل على القوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح الوفد اليمني في اجتماع وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي ينعقد في العاصمة السعودية الرياضة وخلال الاجتماع الذي افتتحه ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والمنعقد تحت شعار متحالفون ضد الإرهاب القنائب رئيس الجمهورية كلمة بلادنا عبر خلالها عن الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده على الجهود الصادقة في قيادة معركة الإرهاب ومعالجة تداعياته ووقف تهديداته للأمن والسلم العالمي وقال في كلمته أن إضافة الأشقاء في المملكة العربية السعودية لهذا المؤتمر كحدث وإنجاز فارق في تاريخ أمتنا تستدعيه الأهمية والضرورة وندرك أن هذا الحضور العربي الإسلامي العسكري غير المسبوق يؤكد زعامة العربية والإسلامية والمكانة الدولية المرموقة التي تحتلها المملكة ومراهنة الشعوب وحكومات العالم الإسلامي ودول العالم على قيادتها للمعركة المصرية في مواجهة أخطر ظاهرة تشوه سماحة الإسلام وتهدد السلام والحياة والتعايش وأضاف أن حسم المعركة معركة الإرهاب من أهم أولويات أمتنا وعجب جيوشها وحكومتها ولا بد من صياغة استراتيجيات وتوفير إمكانات ووضع التشريعات والمرجعيات وخوض المعركة في كل الميادين الفكرية والأمنية والمالية والعسكرية وصولا إلى تطويقه ومحاصرته وتجفيف منابعه وتخليص العالم من شره وعلى كل قوى العالم الحر بمختلف اتجاهاتها وعقائدها التنسيق والتعاون لمواجهته بكل الوسائل والأساليب المتاحة لتنعم البشرية بمستقبل يسوده التعايش والأمن والسلام ونوها في كلمته لما عانته اليمن خلال الفترات الماضية جرى أعمال الإرهاب التي تفنتها القاعدة وداعش وجماعة الحوثي وقال إن الجمهورية اليمنية من أوائل الدول التي اكتوت بنار الإرهاب ودفعت ثمنا باهضا بسبب لقد واجهنا الإرهاب بمختلف صوره وأشكاله المذهبية والطائفية والأمنية ولازلنا في معركة مفتوحة مع الإرهاب المتمثل في تنظيمي القاعدة وداعش والإرهاب الإيراني وما تفرع عنه وارتبط به من جماعات وفي مقدمتها الميليشيات الحوثية الإرهابية الإيرانية ونوها إلى أن اليمن بعد معاناة شديدة مع الإرهاب أطلق فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية في عام 2015 دعوته ومناشدته للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول الخليج والجامعة العربية التدخل لاستعادة اليمن وشرعيته من يد خاطفيه فكانت الاستجابة الكريمة نظرا لخطورة المؤامرة التي تهدد اليمن والجزيرة العربية والإقليم والأمن والسلم الدوليين بانطلاق عاصفة الحزم في السادس العشرين من مارس 2015 وعملية عادة الأمل وأكد نائب رئيس الجمهورية بأن شرعية بدعم من دول التحالف حققت الكثير من النجاحات ومنها استعادة أغلب الأراضي اليمنية وحققت هزائم قاسية ومتلاحقة للانقلاب وداعميه كما حققت ضربات موجعة لإرهاب القاعدة وأخواتها ونزلت المعركة تمضي وفق خطط مدروسة وثابتة حتى نصره وشدد على ضرورة أن يخرج الاجتماع بما تنتظره الشعوب العربية والإسلامية وقال يجب أن يضيف الاجتماع دعما ملموسا لمعركتنا مع الإرهاب في اليمن ويقناع النظام الإيراني بالكف عن دعم وتمويل الإرهاب الذي يستهدف بلادنا كما أكد خلال الكلمة ضلوع نظام طهران بدعم جماعات الإرهاب وضرورة إعلان ميليشيا الحوثي وحزب الله جماعات إرهابية وكرر نائب الرئيس في ختام كلمته التحية والشكر للأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وكافة دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب متمني لشعبنا وشعوب العالم مستقبلا يسوده التعايش والسلام ويغيب عنه الشبح الإرهاب المظلم وكان ولي العهد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة قد ألقى الكلمة الافتتاحية للاجتماعة مشددا فيها على همية المؤتمر لمواجهة تطرف ومكافحة الإرهاب وأكد بأن أكبر خطر للإرهاب هو تشويه العقيدة الإسلامية السمحة والدين الحنيف وترويع الأبرياء مشددا على أن دول التحالف لن تسمح بمواصلة عمل تلك المنظمات الإرهابية ستلاحق الإرهاب حتى يختفي عن وجه الأرض وقال الإرهاب يعمل في جميع دولنا ومنظماته كانت تعمل دون وجود تحالف قوي بيننا إلا أن الأمر تغير بوجود هذا التحالف وأضاف سنعمل على التنسيق وتكامل الجهود لمكافحة الإرهاب ويهدف اجتماع وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي إلى ترسيخ أواصر المشاركة والتكامل في منظومة التحالف وتعزيز آليات المشاركة الفاعلة للدول الأعضاء والدول الداعمة والمنظمات الدولية ومشاركة وتقديم مقترحات ومبادرات لدراستها وتطويرها وتنفيذها وضم وفد بلادنا المشارك في الاجتماع رئيس جهاز الأمن القومي اللواء الركن أحمد المصعبي ومدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة اللواء الركن أحمد العقيل والملحق العسكري بسفارة بلادنا في الرياضة العقيد الركن يحيى الوعيل ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة العميد الركن علي ناجي عبيدة بعث رئيس الوزراء دكتور أحمد عبيدة بن دغر برقية عزاء مواساه إلى أمين عام رئاسة الوزراء رئيس نادي الميناء الرياضي بعدن حسين منصور وإلى كافة أعضاء ولاعبي ومنتسبي النادي وذلك في وفاة داري الفريق الكروي بالنادي الكابتن إقبال الأسود الذي وفته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الرياضي الكبير ونوها رئيس الوزراء في برقيته إلى استجل الرياضي الحافل بالعطاء والإخلاص للفقيد الأسود مع نادي الميناء في مختلف المرحل وتفانيه الكبير مع فريق النادي خلال مشواره الرياضي الطويل وقال رئيس الوزراء أن الفقيد الأسود له بصماته الرياضية المرصعة بالوفاء والإخلاص والجهد الكبير في ميدان الرياضة كما يعد علما من أعلام الكرة العدنية قديما وحديثا وأضاف الدكتور بن دغر برحيله خسر نادي الميناء الرياضي والثقافي والكرة العدنية واليمنية عامة أحد كوادرها الرياضية وعبر رئيس الوزراء عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وذويه وأصدقائه ومحبيه سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يهلم أهله وذويه الصبر والسلوان التقى رئيس مزلش للوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر في العاصمة الماقة عدن وزير الثروة السمكية فهد سليم كفاين للاطلاع على مستوى تنفيذ مشاريع القطاع السمكي في المحافظات المحررة وأداء الوزارة والهيئات التابعة لها وفي اللقاء تم اعتماد إنشاء كاسر أمواج لمنطقة التقصى عرف محافظة حضرموت والبدء بتأهيل ثلاثة مراكز سمكي في محافظة المهرة كما وجه رئيس الوزراء وزارة المالية باعتماد كاسر أمواج ومصنع ثلج في محافظة أرخبيل سقطرة وبعد أن استمع من وزير الثروة السمكية عن معاناة أهالي أرخبيل السقطرة في عملية التنقل من وإلى الأرخبيل وجه دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر شركة النفط بمحافظة حضرموت باعتماد ثلاثين طن أسبوعيا من مادة الديزل لدعم نقل أهالي أرخبيل سقطرة من وإلى المكلة عبر السفينة السياحية لتخفيف كلفة تذاكر النقل وبما يتناسب مع قدرتهم وإمكاناتهم كما جرى خلال اللقاء بناقشة المشاريع التي سبقت أن قدمتها الحكومة لأرخبيل سقطرة ومنها سفلتت 15 كيلو في مدينة حديبو وقلنسية والتي بدأت تنفيذها في مدينة حديبو على نفقة الحكومة وكذلك استكمال مستشفى مايو في مدينة الثاني والعشرين من مايو حديبو والذي تم تكليف المقاول لاستئناف العمل بكلفة 100 مليون ريال كقصد أول من كلفة الاستكمال واستمع رئيس الوزراء من وزير الثروة السماكية إلى شرح مفصل على نشاط الوزارة والتي تعتبر أول الوزارات التي فتحت ديوانها في العاصمة المؤقتة عدن في بداية العام 2016 وبكامل قطاعاتها حيث أشرفت الوزارة على توفير أكثر من 500 قارب ومحرك لتعويض الصيادين المتضررين من إعصاري تشابالا وميج وتتابع حاليا عملية تصنيع وتوريد 400 قارب ومحرك لصيادية المحافظات الشبوى وأبيان وتعز والمهرة تتلوها بقية المحافظات ويجري تنفيذ مشاريع في البنى التحتية في القطاع السماكي منها مركز سوق الأسماك في مدينة الحوطة وترميم الدور الرابع وتاهيله لديوان الوزارة في مجمع جحيف في مزمع حجيف للأسماك ويجري استكمال العدادات للإنشاء كاسر مواجه في أحور في محافظة أبيان وتأهيل مرسى الشقرة في محافظة أبيان أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اهتمام الحكومة في التخفيف من معاناة أسر وذوي المختطفين والمخفيين وإطلاق سراح كافة المعتقلين والمختطفين في سجون الميليشيا الانقلابية وأشار رئيس الوزراء خلال لقائه برئيسة رابطة أمهات المختطفين أمت السلام عبد السلام الحاج إلى المبادرة التي طرحها أثناء لقائه برئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطلاق سراح كل المعتقلين ومن كل الأطراف دون أي شروط والتي رفضتها الميليشيا الانقلابية في تحدي واضح للمجتمع والمنظمات الدولية داعيا المجتمع الدولي إلى ممارسة مزيد من الضغط على الميليشيا لوقف الاعتقالات التعسفية بحق المدنيين وكل من خالفهم الرأي والبدء بإطلاق سراح الأبرياء واطلع بن دغر على الآلية التي تم بها صرف الدفعة الأولى وللشهر بمبلغ 149 مليون ريال لأسر المختطفين لعدد 2483 مختطف ومخفي وجه بالبدء في إجراءات تحويل الدفعة الثانية للشهر الثاني بنفس الآلية حتى يتم استكمال البيانات الخاصة بكل المعتقلين والمخفيين وتحديثها وفق الآلية التي أقرها مجلس الوزراء وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية ليتم صرف الرواتب للمعتقلين بناء على ضوئها باستمرار وندد رئيس الحكومة بالجرائم والتعذيب الذي يتعرض لها المعتقلون في سجون الميليشيا الإنقلابية في المناطق التي تحت سيطرتهم والتي أدت الكثير منها لموتهم جراء التعذيب داعيا المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته في الضغط على الميليشيا لإطلاق سراح المعتقلين فورا وتحميلهم مسؤولية سلامتهم مشيدا بالجهود التي تقدمها رابطة أمهات المختطفين فهن يناضلن من أجل حرية أبنائهم وذويهم ويظهرن شجاعة كبيرة في مواجهة إجرام وصلف الانقلابين من جهتها عبرت رئيس رابطة المختطفين عن شكرها وتقديرها لرئيس الحكومة واهتمامه ومتابعته للرابطة وأجودها مثمنة حجم الأدوار الوطنية التي تقدمها الحكومة لمواطنها وأدعت لمزيد من الضغط على المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والدول الرائية للعملية السلام في اليمن للتوصل إلى تسليم كافة المعتقلين أي أن كانت صفاتهم وأعمالهم وأوضحت ما يتعرض له المعتقلون والمخفيون من ممارسات إجرامية وما تعانيه أسرهم وذويهم من أوضاع اقتصادية سيئة شاكرة الرئيس الحكومة لفتته الكريمة ودعمه المستمر من أجل التخفيف عنهم نظمت وزارة المالية في العاصمة المواقة عدن لقاء تشاوريا موسعا لقادة الوزارة والمصالح الإرادية التابعة لها لمناقشة أعداد موازنة تقديرية لعام 2018 في المحافظات المحررة وذلك بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والخدمة المدنية وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة إلى أن هذا اللقاء يهتي في ظل تحضرات مكثفة من قبل القيادة السياسية في تفعيل الاستقرار في كل الجوانب لمختلف المحافظات مؤكدا أن القيادة السياسية تول اهتماما كبيرا بالنتائج التي ستخرج من هذا اللقاء والذي يهدف إلى أعداد تصور كامل للموازنة العامة لعام 2018 في المحافظات المحررة وأكد نائب وزير المالية دكتور منصور البطاني أن هذا اللقاء يأتي ضمن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء بضرورة أعداد موازنة تقديرية للعام القادم في المناطق المحررة موضحا بأن اللقاء يهدف إلى أعداد المؤشرات الرئيسة العامة من خلال التعرف على عملية حج الموارد المتعلقة بالإرادات وتقليل الإنفاق غير الضرورية مع تحديد النفقات المختلفة الجارية والاستثمارية وتحديد الآليات المناسبة وتعزيز الدور الرقابي لرفع الأداء في وزارة المالية والمصالح الإرادية التابعة لها وفي اللقاء تم تحديد ثلاث لجال تناقش تحليل البيانات المتعلقة بالإرادات ومناقشة النفقات الجارية حسب البنود والأجور والمرتبات والنفقات التشغيلية والمنحي والمساعدات والنفقات الاستثمارية وإعادة الإعمار كما سيتم تقديم نتائج المناقشات ووضع الاستخلاصات المرتبطة بميزانية 2018 حضر اللقاء وزير الثروة السمكية الدكتور فهد كفائن ونائبة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باسو هيب والخدمة المدنية دكتور عبدالله علي الميسري ورئيس مصلحة الضرائب عوض حمران ورئيس مصلحة الجمارك سالم بن بريك ترأس وزير النفط المعادن المهندس السيف الشريف في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا موسعا لقيادة ومسؤولية الوحدات والمؤسسات والشركات التابعة للوزارة لتقييم ما تم إنجازه في الجوانب المرتبطة بعمل الوزارة ومشروع خطتها للعام القادم 2018 ونقش الاجتماع بحضور نائب وزير النفط سعيد الشماسي ووكيل الوزارة لشؤون المعادن عبدالسلام حميد خطة الوحدات النفطية وقطاعات التعدين للعام القادم واطلع الوزير الشريف واطلع الوزير الشريف قيادات ومسؤولية الوزارة على نتائج التواصل الجاري مع شركات العالمية الاستكشافية والانتاجية في مجال النفط والغاز والمعادن لاستئناف عملها في المحافظات المحررة وكذا استقطاب أخرى جديدة مشددا على أهمية تضافر الجهود تكاملها لتنفيذ التوجهات الرئاسية والحكومية للتسريع بعملية السعادة كامل الانتاج من حقول محافظتي مأرب وشبوة وإعادة تصدير النفط والغاز عبر ميناء النشيمة وبالحافو أجه وزير النفط قطاعات الوزارة والمؤسسات والوحدات وشركات التابعة بالتسريع بإعداد خططها القطاعية للعام القادم على أن تتضمن أهداف واقعية وقابلة للتنفيذ وفق برنامج زمني محدد حتى يتم سعابها في خطة الوزارة الشاملة معربا عن ثقته بأن العام القادم سيكون حافلا بالكثير من الإنجازات في قطاع النفط والمعادن بعد تجاوز كثير من الإشكالات وأبرزها تطبيع الأوضاع الأمنية بشكل جيد ومشجع للشركات المحلية والأجنبية لاستئناف عملها وكذا الدفع باستثمارات جديدة وقال وزير النفط أن رئاسة الجمهورية والحكومة تعول عليكم كثيرا وتثق تماما في خبراتكم وتفانيكم من أجل الارتقاب أداء قطاع النفط والتعدين باعتباره المورد الأول لرفض الاقتصاد الوطني وتمويل الخزينة العامة للدولة ويقع علينا عبء كبير يجب أن نتحمله انطلاقا من مسؤوليتنا التاريخية والوطنية والأخلاقية في الحفاظ على اقتصاد الوطن وتجاوز التداعيات الكارثية الناجمة عن انقلاب مليشي الحوثي وصالح على السلطة الشرعية كما تم مناقشة الخطط والمقترحات لتزويد مصافي عدن بالنفط الخام وتفعيل أداء وحدات التكرير بطاقتها الانتاجية السابقة وتطويرها بما يتوازى مع حجم الاحتياجات القائمة من المشتقات النفطية للمواطنين ومحطات الكهرباء واستعرض احتياجات محافظة عدن وأبيا ولحج والضالع وتعز من مادة الغاز المنزلي والخطط المعدة لتلبية هذه الاحتياجات أطلقت قوات الجيش الوطنية عملية عسكرية واسعة لتحرير ثلاث مدريات في محيط العاصمة صنعاء من الشمال والشرق بمساندة قوات التحارف العربي الدائم للشرعية وأكدت مصادر ميدانية في نهم أن أولوية الجيش المرابطة في تخوم العاصمة صنعاء بدأت عملية واسعة لتطهير وتحرير مدريات بني حجيش وأرحب وبقية مناطق نهم للوصول إلى أطراف العاصمة الشرقية والشمالية تحت عملية استعادة الكرمة التي تهدف إلى تحرير العاصمة والمناطق المحيطة بها عبر مراحل متعددة وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش بدأت زحفة على نقيل بن غيلان الاستراتيجي المطل على مناطق العاصمة الشمالية وأطراف بني حجيش الغربية ومدرية أرحب وأنها على وشك الوصول إلى أسفل النقيل والجهة الجنوبية منه فيما بات عدد من المناطق الواقعة بين مدريتي أرحب ونهم تحت نيران الجيش قتل ثلاثة عناصر من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بينهم قيادي وعصيب اثنان آخرا في مواجهة مع الجيش الوطني شمال مدينة تعز وقال مصدر عسكري لوكالة أنباء اليمنية سبأ إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت قائد مجاميع للميليشيا الذي يدعى كليب واثنين من مرافقيه وجرح اثنان آخران وإحراق الطقم عسكري في مدخل حرير شمال المدينة كما نفذ طيران التحالف العربي غارتين على مواقع تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية وأوضح مصدر محلي أن طيران التحالف شن غارتين جويتين استهدفت مواقع ميليشيا الحوثي في منطقة الهامل بمدرية موزع غرب تعز تسير المقاومة الشعبية بمحافظة تعز بخطا ثابتة نحو إكمال تحريرها من سيطرة ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح وتحقق الانتصارات عليها في جميع جبهات القتال المختلفة الأمر الذي يحمل رسالة فيها من القوة والقدرة لدى المقاومة ما يثبت تطورها بشكل ملحوظ من خلال تمكنها من هزيمة الانقلابيين في مختلف الجبهات وطردهم من كثير من المناطق على الرغم من فارغ الإمكانيات التي تحصل عليها بعد الانقلاب على الشرعية في العام 2014 وعلى الرغم من هذا الفارغ بالإمكانيات إلا أن المقاومة في تعز تحمل سلاح الإرادة والإيمان والولاء لهذه الأرض التي أصبح تحريرها واجبا مقدسا وطنيا في ظل حالة الهيانة والاستكبار والاحتقار التي تمارسها ميليشيا الدم على كل من يسير على ظهر البسيطة في تعز تواصل المقاومة الشعبية تصديها لجميع محاولات الانقلابيين التسلل والتقدم إلى مواقعهم السابقة والتي تم طردهم منها مع قصفهم المستمر بمختلف الأسلحة على المدنيين العزل في الأحياء السكنية وتكبدت الميليشيا خسائر كبيرة غرب جبل هان ووادي حنش وحدران والروض عقب محاولتها التسلل إلى جبل هان والذي تسعى للسيطرة عليه وفرض الحصار على تعز من خط الضباب غربا والرابط بين تعز والمناطق الجنوبية وتسببت هذه الهزائم بتغيير عناصر الميليشيا في هذه الجبهات من مناطق شمال الشمال ومنذ مطلع الشهر الجاري كثفت الميليشيا الانقلابية من الدفع بتعزيزات من المقاتلين والآليات العسكرية إلى مختلف الجبهات في تعز وأكثروا تلك التعزيزات إلى ريف المحافظة خوفا من القوة المتصاعدة للمقاومة والتي تضع تحرير المحافظة بالكامل وطرد الميليشيا من جميع عراضيها هدفا رئيسيا لها لا تراجع عنه الأمر الذي يولد ردة فعل هستيرية من قبل الميليشيا الانقلابية وذلك بقصف المدنيين العزل بشتى أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة ظن المنها أن تأزيم الجانب الإنساني وصب جم قضبها على المدنيين والأطفال وسفك دمائهم قد يعوض خسائرها العسكرية التي تترقاها على يد أبطال المقاومة الشعبية في جبهات القتال تعز التي ظن الطغاة أنها سيخضعونها أبت إلا شموخة وكبرياء وصمودة ولم يبقى على أبنائها المقاومون إلا مزيدا من التكاتف والولاء بهذه المحافظة الحالمة يتحقق النصر الأكبر وتنتهي خرافة طاهش الحوبان وإلى الأبد يتحقق النصر الأكبر قائم ولا تتحقق النصر الأكبر لقي عدد من عناصر ميليشي الحوثي وصالح الانقلابية مصرعهم بعد استهداف طاقم كان يقلهم عند محاولتهم تسلل إلى مواقع المقاومة المرافطين بموقع العريل عزلة الدرعاء مديرية ذي نعم بمحافظة البيضاء وقال مصدر قيادي بالمقاومة لوكالة الانباء اليمنية سبأ ان عناصر من الميليشيا سقطوا بين قتيل وجريح عند استهدافهم برشاش 12.7 تابعا لابطال المقاومة بموقع العريل بذي نعم واشر الى ان اشتباكات عنيفة تدور في جبهة ذي نعم بمختلف الاسلحة الثقيلة والمتوسطة بعد كسر ابطال المقاومة لمحاولة تسلل الميليشيا الى بعض مواقع المقاومة في اشعاب ناصر وسط فرار جماعي للميليشيا الاقلابية الى ذلك نجا نائب مدير شرطة محافظة البيضاء العقيد عبدالخالق الحميقاني من محاولة اغتيالس اثر استهداف الطقم الذي كان يستقله بعبوة الناس فزرعت على جانب الطريق بمنطقة المضبي في مديرية الزاهر تفقد القائم بعمال وزير الداخلية لواء عبدالله جابر لدارات العاملة ضمن وزارة الداخلية للاطلاع لاحتياجاتها وما يسهل اعمالها وخلال الزيارة اكد القائم بعمال وزير الداخلية جابر على ضرورة ان يتم تفاعل كل القوانين الادارية وبما يخدم مصلحة العمل كما ناقش المشاريع المنفذة في الوزارة والتي يتم تنفيذها ضمن البرنامج المعد من قبل وزارة الداخلية في اطار التطوير والتحديث لاقسام الوزارة الى ذلك زار القائم بعمال الوزير جابر ومعه الوكيل اللواء محمد مساعد مواقع تنفيذ المشاريع الخاصة بالوزارة وحث على سرعة انجازها وفق المواصفات المطروحة بحث سفير بلادنا لدى جمهورية كوبا محمد صالح ناشر مع مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بوزارة خارجية الدومنيكان السفير رفايل ميلو التعاون المشترك والعلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها ووضع السفير ناشر السفير الدومنيكاني في صورة الاوضاع السياسية على الساحة اليمنية منذ بدايتها واخر المسجدات في بلادنا وجهود الحكومة الشرعية ودول التحارف العربي في تحقيق السلام استنادا الى المرجعيات الثلاث المتوافق عليها والتي يدعمها المجتمع الدولي واكد ان الحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي مستمرة بالعمل لبسط سيطرتها على الارض وانهاء الانقلاب بالتعاون مع دول التحارف العربي وكل مؤسسات المجتمع الدولي لتحقيق السلام الشامل والعادل في اليمن من جهتها كده مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في خارجية الدومينيكان على اهمية تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين واهتمام حكومة بلاده بالاوضاع الراهنة في اليمن مجددا ذات الوقت وقوف بلاده الى جانب الحكومة الشرعية في مساعيها بوقف الحرب واحلال السلام وإدانة بلاده لحكومة ايران لتدخلها في شؤون اليمن الداخلية التقى الدكتور الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن عبدالله حاشي شورية سفيرة جمهورية الصومال لدى اليمن والوفد المرافق له وذلك لبحث مجالات التعاون بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها وأكد رئيس جامعة عدن أن بلادنا تربطها علاقاتنا خوية وتاريخية مع جمهورية الصومال وأن الطلاب الصوماليين في جامعة عدن لهم حضور جيد في برامج البكالوريوس والدراسات العليا موضحا أن الجامعة على استعداد الاستقبال عدد من الطلاب يدرسون في كلياتها ومراكزها العلمية المختلفة وستعمل على تذليل كافة الصعوبات أمامهم أسوة بالطلاب اليمنيين باعتبارها جزءا من نشاطها العلمي والأكاديمي والمؤسسي من جانبه عرب السفير الصومالي عن سعادته البالغة لدى بزيارته لجامعة عدن التي تقدم كافة التسهيلات للطلاب الصوماليين لديها مؤكدا على تنمية وتوطيد العلاقات بين الجانبين وأن السفارة الصومالية في اليمن ستبدل قصارى جهدها في تطوير جوانب الأكاديمية المشتركة اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لو أركن فرج سالمين البحسني على سير العملية التعليمية في المعهد التجاري بمنطقة فوه بمدينة المكلة وطاف المحافظ ومعه مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني الليلة الشعيبي ومدير المعهد هشام باجابر بقاعات المعهد والاستماع إلى مشاكل الطلاب والطالبات المعلمين وملاحظاتهم الهادفة إلى تحسين جودة التعليم ومخرجاته كما اطلع محافظ حضرموت على سير الدورة التدريبية الأولى في نظام رخصة القيادة الدولية نظام ICDL للهيئات التدريبية والتدريسية بالمعهد في إطار خطة تحديث وتحسين المناهج العلمية بالمعهد التقنية والمهنية لمواكبة الحداثة العلمية ومتطلبات السوق العمل التي يرعاها المحافظة البحسني ويقيمها مكتب التعليم الفني وتدريب المهني بالمحافظة ووجه المحافظة البحسني بسرعة تجهيز الدراسات إعداء ترميم ثلاثة من المباني داخل المعهد والتي تبنت والتي بنيت في الثمانينيات وخرجت عن الجاهزية منذ عدة سنوات مشددا على أهمية التركيز على الجوانب العلمية وضرورة الانضماط من قبل الإدارة والمعلمين والطلبة من جانبها عبرت مدير عامي مكتب التعليم الفني والتدريب المهني عن شكرها لمحافظ حضر موت على زيارته التفقدية ودعمه المستمر للمعاهد وآخرها التي كان بينها تجهيزه لمختبر الحاسوب الذي تقام منه الدورة حاليا ودعمه في توفير التجهيزات المطلوبة وترميم المباني المهجورة للاستفادة منها ناقش اجتماعا بمحافظة أبيان السبول الكفيلة للحد من تسرب الطلاب من الدراسة ومحاربة المخدرات وفي الاجتماع أكد الأمين العام للمجلس المحلي على همية تضافر جهود المجتمع كافة وخصوصا التربية والتعليم والأوقاف ومنظمات المجتمع المدني للحد من ظاهرتين تسرب الطلاب ووضع الخطط والبرامج التوعوية الشاملة ونشر التوعية وإبراز خطورتين الظاهرتين على المجتمع وشدد على ضرورة نزول الوعاظ إلى المدارس والاستفادة من خبرة الأخصائيين الاجتماعيين في الإسام للحد من العواقب الوقيمة لامتناع الطلاب عن الدراسة ووضع الحلول العلمية بدءا من المنزل والمدرسة والمجتمع عموما دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبيان مهدي محمد الحامد ومعه مدير عام مكتب الصحة والسكان الدكتور علي منصور حنشل حملة الرشأ الضبابي ضد حم الضنق والملاريا وتشمل الحملة في مرحلتها الأولى والتي تستمر لمدة خمسة أيام بمشاركة ستين عاملا صحيا مدريات زنجبار وخنفر وأحور وشدد الحامد على ضرورة إنجاح هذه الحملة من خلال عمل المشاركين كفريق عمل واحد للقضاء على الحميات بصورة فاعلة للمناطق المستهدفة ناقش الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة لحج عوض الصلاحي مع القائم بأعمال مدير عام مكتب ومؤسسة الكهرباء المهند رشاد عبدالصفي أوضاع الكهرباء والسبل الكفيلة بتحسين أداء التيار الكهربائي في المحافظة وشدد الصلاحي على أهمية إشراك مدراء ورؤساء لدارات والأقسام في صنع القرار داخل المؤسسة والتكاتف لحل كافة الصعوبات المعرقلة للعمل والاستفادة من الأخطاء السابقة بغية الوصول إلى تقديم خدمات أفضل في مؤسسة الكهرباء وأشار الأمين العام للمجلس المحلي إلى أن وضع القطاع الكهربائي في المحافظة ما زال يعاني الكثير ويحتاج إلى الكثير من الدعم مؤكدا أن السلطة المحلية تسعى جاهدة إلى تحسين القطاع الإنتاجي للكهرباء بدأت بمحافظة لحجة ورشة العمل التعريفية بمشروع الطوارئ لدعم استمرارية الأعمال لقطاع الثروة السمكية بمشاركة ثلاثين مشارك من المشتركين في الجمعيات السمكية والتجار المستوردين للمعدات وقطع الغيار الخاصة بعملية الصياد بالمحافظة والممول من البنك الدولي وتنفيذ وكالة تنمية التنمشات الصغيرة والأصغر تابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية ولتنمية القطاع السمكي في افتتاح الورشة ألقى وكيل أول محافظة لحجة العميد صالح البكري كلمة أشهد فيها بالجهود المبذولة للنعاش الجانب الاقتصادي على الشريط الساحلي للمحافظة والمتمثل بدعم القطاع السمكي من خلال تجييع الصيادين وتوفير لهم الوسائل الأساسية لعملية الاستيادة من جانبه أوضح مدير وكالة تنمية المشاهدة الصغيرة والأصغر محمد عبدالخير العويني أن مشروع الطوارئ لدعم استمرارية الأعمال يستهدف ستة محافظات عدن ولحج وأبيان وشبوة وحضر موت والمهرة ويهدف إلى الاستجابة للأزمة اليمنية للتخفيف من تأثيراتها على الأسر والمجتمعات المحلية والمساعدة في إنعاشهم والاستمرار بقائهم باستخدام الأنظمة والقدرات والمؤسسات المحلية لاستئناف وتقديم الخدمات تدريجيا حتى تصل على نطاق واسعة دشنا وكيل محافظة عدن محمد الشاذري الحملة الشاملة الرابعة والتي تأتي استمرارا للحملات التي تهدف للقضاء على النفايات وتحقيق الهدف الأكبر لجعلها ولجعل عدن مدينة النظافة إلى التفاصيل نطاق النظافة في نسختها الرابعة هذه المرة تنطلق في مديريتي خورمكسر ودار سعر وتعد الحملة التي دشنها وكيل المحافظة محمد نرشد الشاذلي والمدير التنفيذي لصندوق النظافة وتحسين المدينة المهندس قائد راشد ومستشار المحافظ عبد الحكيم الشعبي ومدير عام مديريات خورمكسر عوض مشبح ولا ندركم صالح السريع قائد القوات الخاصة بمثابة تحدي قديد يخذه صندوق النظافة وللمرة الرابعة هذه الحملة التي تستهدف كل أنحاء العاصمة عدن ولكن اليوم مديريات خورمكسر تدشن حملتها التي ستستمر لمدة أسبوع كامل نثمن هذا المجهود ونثمن دور السلطة المحلية أيضا في مديريات خورمكسر على القهد الكبير هناك حملة واسعة تشمل النظافة المقاري الإعاقة الكثير من الأمور الخدمية في خورمكسر تتحسن رغم الآليات المتهلكة والنقص الكبير فيها إلا أننا نجد صندوق المعني بتحسين المدينة يصر على أداء دوره نحو المجتمع وبكل تفاني وإخلاص نحن دشنا الحملات لسبوع الماضي ومستمرات لليها مدة عشر يام وكانت حملة طارعة لرفع القمامات في كل المحافظات وكانت ناقحة بنسبة تسعين بالمئة وهذه الحملة ستستهدف القمامات الموجودة في الحواري وفي الحوافي وفي النصر وفي كل أرقاء العريش ومع ذلك سننطلق إلى رفع الهياكل والأتربة والمخلفات الحملة التي ستستهدف شوارع وأزقة المدريتي يتطلب الأمر لنجاحها تعاون الأهل والانتزامهم بآداء بالتعامل مع تلك النفايات التي تضر بالمجتمع وأفراده اليوم إن شاء الله الحملة تستهدف رفع القمامة والمخلفات وبقايا هيكل السيارات والأتربة ويشارك فيها أيضا عمال صحة البيئة عمال العوائق عمال الصرف الصحي إن شاء الله نتوقع من هذه الحملة النجاح ستحقق بإذن الله نعد كل أبناء خورمكسر أن الحملة ستصل إلى كل أحياء المديرية نطلب مزيدا من التعاون مزيدا من تضافر الجهود من قبل المواطنين في الالتزام بالنظافة برمي القمامة في المواقع المخصصة لها الحملة التي انطلقت اليوم ترافقها أيضا وبالتوازي معها حملة لحل مشاكل الصرف الصحي ومعالجة مخلفاتها في شوارع المديريات توجيهت قيادة المحافظة الآخر الوكيل الأول حمد الثاني القائم بالأعمال بأن يترافق مع هذه الحملة جهود الصرف الصحي في المحافظة جميعا مع كل الحملة لأن الصرف الصحي هو برضو أساس النظافة ولهذا نكتير مع الحملة يكون الصرف الصحي مرافق لهذه الحملة ويحاول الصندوق من خلال هذه الحملة تثبيت وإرساء قاعدة أكيدة لممارسة تعكس ثقافة مجتمع نبي محمد علي لقناة عدن الفضائية محافظة عدن تحت شعار من أجل بناء الدور القيادي وتعزيز مبدأ الديمقراطية دشنا مكتب التربية بعدن انتخابات المجالس الطلابية بحضور وكيلة محافظة عدن محمد نصر شاذلي ومحسن وهيب ومدير عام مديرية المنصورة محمد البر وقيادات تربوية وحجد طلابي من ثانوية عدن النموذجية تتشين انتخابات المجالس الطلابية بالعاصمة الموقتة عدن في ثانوية عدن النموذجية للبنات بالمنصورة انطلقت فعاليات الانتخابات الطلابية وسط حضور رسمي وطلابي حاشد وبحضور وكيل محافظة عدن محمد نصر شاذلي والدكتور محسن وهيب وكيل المحافظة لشؤون التربية والتعليم وقيادات تربوية في التتشين ألقى مدير عام مديرية المنصورة الأخ محمد عمر البري كلمة أشار فيها إلى أهمية هذا الانتخابات التي تؤسس لمجتمع مدني تنطلق من هذه المدارس نحن اليوم في ثانوية عدن النموذجية للبنات في مديرية المنصورة ندشن انتخابات المجالس الطلابية هذه المجالس هدفها هو ممارسة العملية الدموقراطية بين الطلاب والاستفادة تمثيل زملائهم الطلاب في داخل المدرسة ومنها يتعلموا كيفية التعاون فيما بينهم وأيضا تحمل مسؤولية القيادة وتمثيل يعني كل الطلاب تدشين انتخابات المجالس الطلابية على مستوى مدارس محافظة عدن وتقليد سنوي تنفذه إدارة التربية بعدا ضمن الأنشطة المدرسية التي تحرس عليها إدارة التربية انتخابات المجالس الطلابية في طار عمل مبرمج في خططنا العامة التي نتعامل فيها في بداية كل عام الحدث اليوم ينتمي إلى مساعي وأهداف بناء القدرات الطلابية القادرة على تحمل المهام وتسجيل موعد مع تنفيذ الأهداف التي غرسناها في هذا البرنامج واقع العلم والتعلم التي تنتهجه إدارة التربية في عموم مدارس محافظة عدن هي خطوة تتبعها خطوات تتشكل فيها ملامح المستقبل لدى هؤلاء الطلاب نحيي لكل ثانوية لديها مجلس طلابي ينشأ منذ من أول ثانوية حتى ثالث ثانوية ليكون رأيه معام بين كل المراكز والمديريات والطلاب جميعا فخورين بهذا المجلس الطلابي ونحن سعاداء جدا أننا نهتم بهذا التجهي ويهتمون بنا السلطات المحلية والعامة وفي ضوء ذلك افتتح وكيلة محافظة عدن ومدير عام المنصورة قاعة الحاسوب التي تحتوي على أربعون جهاز حاسوب كهدية مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي ضمن الدعم المقدم لقطاع التعليم كما تم افتتاح قاعة المصادر المتنوعة والتي من خلالها سيمكن المعلم من إعطاء الوسائل التعليمية المناسبة لكل المواد لقناة عدن الفضائية وضع شليلي عدن اطلع وكيل أول محافظة حضر موت عمر بن حبريش العلي على الأنشطة والبرامج التي ينفذها تلاف الخير للإغاثة الإنسانية في جميع المحافظات والمناطق المتضررة في مجالات الإيواء والأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الأساسية والطارية في جوانب الصحة والمياه إضافة إلى المساعدات الغذائية المقدمة بدعم من مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والإغاثية وتطرق وكيل أول حضر موت خلال لقائه بمدينة المكلة المديرة التنفيذي لإتلاف الخير للإغاثة الإنسانية المهندس فهمي بن منصور ومثل العلاقات الخارجية بالإتلاف عبد الرحمن خرد ومسؤول العلاقات العامة علوي بازياد إلى آلية توزيع خمسة ألف وخمسمائة سلة غذائية في مدريتي المكلة وحجر بساحة الحضر موت والتنسيق المشترك مع سلطة المحلية في تغطية العديد من الاحتياجات الأساسية خاصة في المجال الصحي أقيم بمدينة المكلة في محافظة حضر موت حفل تخريج لعشر طالبات من شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الدفعة الرابعة من كلية البنات بجامعة حضر موت وفي حفل التخرج أن وكيل أول محافظة حضر موت عمر بن حبريش العلي الخريجات مؤكداً اهتمام السلطة المحلية وتشجعها للتعليم بمختلف أنواعها وأشهد الوكيل بن حبريش بكل داعمين للكلية ومن أسهم في إنجاح برامجها العلمية والبحثية مشيراً إلى أن ذلك له دور كبير في الارتقاب المستوى التعليمي بالكلية في مختلف التخصصات من جانبه أشار رئيس جامعة حضر موت الدكتور محمد بن سعيد خمش إلى أن الجامعة تفتخر بتخريج عشر طالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة كأول جامعة على مستوى اليمن متمنياً لهن التوفيق والنجاح في حياتهن العملية بدأت بمدينة سيئون في محافظة حضر موت دورة تدريبية في الرقابة المالية والمتابعة والتقييمة التي تنظمها الإدارة العامة لبحث التنمية الإدارية والتدريب بديوان وكيل الوادي والصحراء بتمويل من مؤسسة العون للتنمية وتهدف الدورة التي تأتي ضمن أنشطة مشروع تاهيل كوادر السلطتين المحلية والمركزية والوحدات الاقتصادية بوادي وصحراء حضر موت في مجال المناقصات والمزايدات الحكومية والرقابة المالية والمتابعة والتقييم إلى إكساب أربعين متدربا من المدربين الماليين من المديرين الماليين ومدراء الحسابات على مدى ستة أيام معارف ومفاهيم ومعلومات عن الرقابة المالية والإجراءات المالية والقوانين المحاسبية في الافتتاح أشار وكيل محافظة حضر موت المساعد لشؤون مدريات الوادي والصحراء عبدالهاد التميمي إلى أهمية إقامة مثل هذه الدورات في التوعية وإعادة تأهيل الإدارات المالية عقد بمدينة تعز اجتماع لمناقشة إعادة إعمار المؤسسات والمكاتب التنفيذية ومنازل الشهداء التي تضررت من الحرب التي شنتها ميليشي الحوثي وصالح الانقلابية على المدينة واستعرض وكيل المحافظة عارف جامل في الاجتماع بحضور عدد من الوكلاء الأضرارة التي تعرضت لها مكاتب المالية والضرائب والبريد والمؤسسة المحلية للمياه وقيادة الشرطة العسكرية ومبنى إدارة الأمن والمتحف الوطني ومكتب الصحة ومكتب التربية وغيرها من المكاتب التي تحتاج إلى ترميم وإعداد الدراسات المواصفات الفنية من أجل عادة ترميمها وتأهيلها وأقرى الاجتماع تكليف مدير عام الأشغال العامة بالرفع بأسماء المهندسين الفنيين لإعداد الدراسات بالأضرار لتلك المكاتب التي دمرت بالحرب وتأثرت بفعل المواجهات قام مدير عام مديرية البريقة بمحافظة عدن هاني محمد اليزيد بالإشراف المباشر على أعمال حملة لرفع وإزالة البسطات العشوائية من الشارع العامة المدرية شارع الدوح وخلال الحملة والتي تنفذها مكتب الأشغال العامة وقسم النظافة بالمدرية أكد اليزيد إلى أهمية تنفيذ هذه الحملة لإزالة البسطات والباع المتجولين المخالفة ورفعها من أرصفة الشارع العام للمدرية بما يهدف في الحفاظ على المظهر الحضاري والمنظر الجمالي للمدرية وتسهيل حركة المرور وشدد مدير عام البريقة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين ممن لا يتقيدون باللوائح والأظمة النافذة داعيا المواطنين إلى التعاون مع الحملة لما فيه المصلحة العامة نفذت مؤسسة إنفاذ التنموية الخيرية بتعز برنامجا من حق أن أتعلم بتوزيع المصحف الكريم وبتوزيع حقائب مدرسية مع كافة مستلزماته وتوزيع الزي المدرسي مع كافة مستلزماته والتوعية بمخاطر مرض الكوليرا تبعية الحرب مليشي الحوثي وصالح آثار نفسية على قلوب الأطفال في محافظة التعز ونضم برنامج من حقي أن أتعلم التي تنفذه مؤسسة إنقاذ التنموية الخيرية وعدد من الشركاء في توزيع الحقيبة المدرسية والدعم النفسي وقيمة رحلة ترفيهية لعدد خمسين طالب وطالبة من الفئات المعاقة والأشد احتياجا بدأنا ببرنامج من حقي أن أتعلم هو إضافة إلى حملة ترفيهية استهدفنا فيه أكثر من خمسين طالب من مختلف الفئات تم اختيارهم وفق معايير محددة عبر فريق إنقاذ الطوعية الميداني صراحة كانت هي رحلة إضافة إلى رحلة ترفيهية سنقوم من خلالها باستهداف هؤلاء الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن الأسرة الفقيرة بخمسين حقيبة مدرسية إضافة إلى خمسين مصحف كريم إضافة إلى الزي المدرسي بكافة مستلزماته سنعمل بإذن الله تعالى خلال هذه الساعات على زرع الابتسامة والفرحة في قلو الرحلة حملت في طياتها العديد من البرامج التوعوية التي تهتم بالقانب الصحي والنفسي للأطفال المستفيدين في قالب ترفيهي وبين أشجار وادحنا والضباب ضمن برنامج من حقي أن أتعلم الدعم النفسي للأطفال بسبب الحرب قمنا اليوم برحلة ترفيهية للأطفال إلى منطقة الضباب ومنطقة وادحنا واللعب معهم كما لتنسيتهم الأوضاع الحالية في تعز من حرب ودمار وانتهاك حقوق الطفول كان التوزيع يحمل طابا آخر بجنبات الهواء الطلق والطبيعة بعد انتهاء الرحلة والتي عبر عنها الأطفال بالفرحة والراحة أنا فرحان اليوم ألعاب اليوم لكن احنا عايشين في تعز حرب وخوف تبقي أن أتعلم نداء يوقع البكم إذا سمع ولكن دون قدوة فأطفال تعز حرموا من اللعب والحياة وحق التعليم منذ أكثر من سنتين ونصف نشيل حوثي وصالح تتفنن بإيذاء أطفال تعز قناة عدن الفضائية نعيم خالد تعز تتواصل فعاليات البطولة الوطنية الأولى للناشئين في عدن التي تحتضنها العاصمة الموقعة عدن حيث شهدت في يومها الخامس انطلاق بطولة كرة السلة واختتام بطولتي الكارتيه والطائرة وحضر موت عدن في المراكز الأولى تفاصيل أفا في التقرير الذي عده زميل والضحش ليلي موسيقى موسيقى لوحة أخرى من لوحات البطولة الوطنية الأولى للناشئين تختتم أعمالها بعد مشاركة ناجحة حيث احتضنت قاعة الجنباز بمديرية المنصورة العروض الختامية للكارتيه قدم فيها أشبال المحافظات المشاركة صورا متنوعة من المهارات وبحضور قيادة وزارة الشباب والرياضة وبعد تقديم عروض متميزة لللاعبين المشاركين تم تكريم المنتخبات التي حصلت على المراكز الأولى فرقي حيث حصل منتخب عدن على المركز الأول وحل منتخب لحجة المركز الثاني فيما حصل منتخب حضر موت المركز الثالث وحصل على المركز الرابع منتخب محافظة أبيان في اليوم الخامس لانطلاق الدورة الوطنية الأولى لألعاب للناشئين 2017 والتحت مسلمة أولمبياد عدن طبعا هذا يأتي برعاية توزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري الذي أولى اهتمام بهذه الشريحة وهي شريحة الناشئين التي تعتبر هي المدخل الأساسي والعمود الرئيسي في جيل المستقبل كونهم سيمثلون في المحافة الدولية والعربية من هذه الشريحة لوحة رياضية واستعراض كرنفالي تتقدمه الفرقة النحاسية في خامس أيام البطولة الوطنية الأولى للناشئين عدن للعام 2017 في نادي وحدة عدن بمديرية الشيخ عثمان كان الافتتاع مختلف وسط حضور رسمي تقدمه وكيل أول وزارة الشباب والرياضة خالد صالح ووجدان الشعيبي مدير مكتب وزير الشباب والرياضة ومحمد حسن عبد الشيخ نائب رئيس الاتحاد اليمني لكرة السلة وقيادات رياضية وجمع جماهيري حاشد إذانا بانطلاق منافسات كرة السلة للناشئين التي جمعت ناشئ وادي حضرموت وناشئ منتخب لحج وسط هتافات الجمهور خاض فيها الفريقان حماسا منقطع النظير انتهى بفوز منتخب حضرموت الوادي بنتيجة مفاجئة وغير متوقعة بواقع 41 مقابل 2 لكن يبقى هذا العرس الرياضي المتميز هو سما تسعى من خلالها قيادة وزارة الشباب والرياضة أن تعيد الأمجاد لكل الألعاب ومنها كرة السلة الحقيقة البطولة وكل البطولة التي قيمت ضمن الدورة الوطنية الأولى لناشئين حفلت بمشاركة ممتازة من كل المحاوضة التي كانت ضمن البلاغة المشاركة وكل ما تم ترتيبه وتم الاعداد له سار بشكل جيد وهذا بفضل الكوادر التي عملت في اللقنة المنظمة على مستوى الوزارة وعلى مستوى الاتحادات وكل ذلك جهود كلها جهود صبت في صالح تفيذ هذا العمل والذي يقام برعاية الأستاذ البايف البكري وجر الشباب والرياضة ودعم صدوق الشباب والرياضة في العاصمة الموقعة عدن بين الافتتاح والانطلاق استطاع المشاركون في هذه البطولة أن يضعوا لهم بصمات في كل لعبة ففي الكرة الطائرة التي اختتمت أعمال دورتها بقاعة الصالة الرياضية بمديرية المنصورة بعد تآهل حضرموت واديها وساحلها للمباراة النهائية استطاع فيها منتخب حضرموت الساحل من إحراز كأس البطولة بعد تغلبه في المباراة النهائية على منتخب حضرموت الوادي بثلاثة أشوات مقابل شوق فيما حصل منتخب حضرموت الوادي على كأس المركز الثاني والميداليات الفضية بينما حصل منتخب المهر على كأس المركز الثالث والميداليات البرونزية نهنى فريق حضراموت بهذا الإنجاز العظيم فريق الساحل وأيضا فريق الوادي على حصول المركز الثاني ونهنى أيضا فريق المهرة الذي قاء على طريق الإنجاح هذه البطولة البطولة الأولى للناشئين ونهنى أنفسنا كأوزارة الشباب والرياضة بهذا الزخم الغير عادي وللأول مرة وإن شاء الله يكون لنحن زخم آخر في الدورة الوطنية الثانية ليختتم هذا المهرجان الرياضي بحفل ختامي قدمنا فيها زهرات عدن عروض متميزة لقناة عدن الفضاية والضحى شليلي عدن اشتركوا في القناة نعمل أن تستمر هذه الأنشطة الرياضية وتعود إلى ما كانت عليه وأفضل والآن نعود بكم مشاهدين إلى أبرز العنوين نائب رئيس الجمهورية يلتقي ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة على هامش اجتماع مجلس زراء دفاع دول التحالف الإسلامي الجيش الوطني وسوء عملياته العسكرية لتحرير ثلاث مديريات محيط صنعاء موسيقى مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيا شمال محافظة تعز ومنطقة ذي نعم في البيضاء موسيقى 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 موسيقى